اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنًا تقديم الأستاذ عمر بن عربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى ثقتي وأستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقولوا للناس حسنًا لا يخف عليكم ما كان سائدا زمن الجاهلية من التعصب للقبيلة والاحتكام المبالغ فيه إلى ما تمليه النعرات المنبثقة عن النظام القبلي ومن آثار هذا التعصب المقيت ما كان جاريا على ألسنة العرب من قولهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وقد ذكر أهل العلم أن معنى هذا القول كان معهودا قبل الإسلام لوروده في قول شاعرهم إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلمي ومرادهم بهذا الشعار أن الولاء للأخوة القبلية مقدم على الولاء للحق وأنه لا يحسن بالعربي إلا أن ينتصر لمن انتم إلى قبيلته وإن كان معتديا ظالما جائرا وكان الحق مع غيره وقد جاء الإسلام فصحح هذا القول السائد فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره حضرات المستمعين أو المستمعات تأملوا معي في تصرف الإسلام في قول العربي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما لقد كان بالإمكان أن يبطل النبي هذا اللفظ من أساسه وأن يعرض عن مبانيه ومعانيه وأن لا يستعمله مطلقا لكنه حافظ على اللفظ المتداول ولم يستبدله بغيره ولعل ذلك راجع إلى انتشار هذا اللفظ وتداوله على الألسنة وهذا يجعل إبطاله أمرا متعذرا ويجعل استبدال لفظ آخر به يحتاج إلى زمن يسمح بانتشار اللفظ الجديد وتداوله تداولا يقضي على اللفظ القديم كما يمكن أن نفهم أن عدم تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ المتداول راجع إلى أن التصرف في معناه تقريرا وتغييرا أمر ممكن غير عسير فنصف اللفظ لا إشكال في مدلوله وهو قولهم أنصر أخاك مظلوما هذا أمر بنصرة الغير حال كونه مظلوما ولذلك لم يستفسر الصحابة عن هذه الصورة وقد كان من خلق الجاهلية الانتصار للمظلوم وقد عقد بدار عبد الله بن جدعان في الجاهلية حلف تعاقد فيه الحاضرون على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد هذا الحلف المسمى بحلف الفضول وقال حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حمر النعم ولو دعيت إليه اليوم لأجبت وقد أقر الإسلام خلق نصرة المظلوم وأسهم بقصة وافر في تكريسه في المجتمع ورد في حديث البراء بن عازي بن رجل رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصرة المظلوم وإبرار المقسمين أما النصف الثاني من هذا القول فهو محل الإشكال إنه الأمر بنصرة الأخي إذا كان ظالما واستفهام الصحابي عن كيفية النصرة في هذه الصورة مؤذن بهذا الإشكال لذلك تصرف رسول الله عليه السلام في معنى هذا الجزء بالتغيير فأفرغه مما فيه من دلالة على حمية الجاهلية وعصبيتها وشحنه بمعنى جديد إيجابي بناء وهو تفسير نصرة الظالم بمنعه من التمادي في طغيانه فالأخذ على يد الظالم ورده عن غيه أمر مطلوب في الشريعة لما يحققه من محافظة على استقرار المجتمع ذلك أن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون وترك التناهي عنه والسماح للظالم بأن يستمر في ظلمه يعود بالوبال على الجميع دون استثناء وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشكوا أن يعمهم الله منه بعقاب والأخذ على يد الظالم يكون باليد أي بالسلطة لمن كانت له على الظالم سلطة كالأب في أسرته والأستاذ في قسمه والمدير في إداراته والقاضي في محكمته كما يكون باللسان لمن يمتلك القدرة على الإقناع بالكلمة المؤثرة ويكون كذلك بالقلب أي بالإنكار الذي يظهر في عدم التعامل مع الظالم مثلا وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم التصدي للظالم نصرة له لأن منعه من الظلم يقيه من الظالم المترتبة على التعدي في الدنيا والآخرة وهذا يدل على أن الدافع إلى رده عن ظلمه هو محبة الخير له في العاجل والآجل فلعلنا حضرات المستمعين والمستمعات نهتدي بما في قول النبي عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما من معاني حاصلها الأمر بأن نكون متحدين متعاونين على إرساء قيمة العدل في المجتمع وذلك بإعانة المظلوم على حيازة حقه ومنع الظالم من التمادي في عدوانه جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقيمه السمحة وقل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر